استوقفني خبر غريب عن أسباب متعددة للتغيب عن العمل موقع اسمه سكوبا بوورثي الأمريكي نشر مقال وده منقول عن اكتشاف أثري جديد مسجل على إنسايكلوبيديا وهو حجر سدقوا من قد إيه من سنة 1200 قبل الميلاد اكتشف في مصرفة واحدة من المناطق الأثرية المصرية الحجر ده بيوثق أسباب أو أعذار غياب تصدقوا 40 مصري عن العمل من فترة قريبة جدا من حوالي 424 سنة بس انت عارفة يعني بعيدا عن الأسباب اللي زكرت ايه أكتر حاجة لفتت نظري لفت نظري النظام والدقة أساسا اللي هو يعني إزاي المصرين القدماء من 424 سنة في الوقت إن العالم كله كان فيه بدائي جدا لحد كبير وامتدت مظاهر البدائية فيه لمنتصف العصور الوسطى كان عنده النظام ده والحضارة دي يعني مهتمين بالتوصيق إلى هذا الحد حجر بمثابة البصمة بتاعت الشركات الهياب وحضور بس منقوشة على الحجر بالضبط وانصراف وليه سبب الانصراف مش مجرد يعني مش موجود وخلاص لحرك لازم تقدم حاجة تثبت عريضة كنت غايب وده معناه إن المصريين القدماء هم اللي عملوا أول قسم HR في العالم اه بجد بجد ده الناس كانت عايشة في الظلمة وعايشة يعني في حالة مختلفة والمصريين بس برضو يدلك على البيروقراطية الدولة العميقة عارفة اللي هي ايه؟ يعني يموت الملوك لكن الحجر منقوش عليه السبب عارفة ازاي؟ فده كمان بيأكس شكل الحياة وقتها كان عامل ازاي؟ يعني احنا لو بصينا كده للأعذار تعالين بص على الأعذار كده ونفناتها أعذار كاشفة جدا لشكل الحياة في مصر الأديمة يعني مثلا على سبيل المثال سبب غريب شويتين لدغات العقارب والسبب ده الحقيقة كان متكرر واحد أنا ما جيتش النهار ده يا فندل عشان لدغني عقرب كان بيأكس النظام البيئي والجغرافي كله في مصر وقتها كان مختلف وخصوصا أن مصر طبعا دولة سحروية ومعظم الأماكن اللي تم اكتشاف فيها الحضارة المصرية بالفعل هي أماكن صحروية يعني وجود العقرب وجود طبيعي ومنطقي السبب الثاني العمل مع الرئيس اللي هو إيه زي مأمورية كده بتاعتلي من دول أو زي مثلا اللي أنا كنت فيه امبارح ده ايوة بالضبط بيقال إن دي كمان من الأسباب اللي كانت متكررة أحد العمال كان اسمه هورنفار الشهر التاني من الشتة تغيب من اليوم 13 اليوم 17 لأنه كان في مأمورية مع الرئيس حتى التقويم كان مميز قالك الشهر التاني من الشتة آه لأ ده يعني كان فيه كالندر ديامد قوي وتاريخ جامد جدا وأيام ومحسوبة ويوم 13 ليوم 17 من الشهر التاني إيه ده طيب السبب اللي بعد كده بقى كانت تحنيط صدقوا تحنيط وتقديم القربين يعني حالة وفاة زي ما نقول إيه معلش والله أنا كان عندي حالة وفاة لا هو كان عنده حالة تحنيط بس لفت نظري بقى يا أيا إيه؟ إن التحنيط كان لعمة الشعب آه هكنا فاكرينه للملوك بس مش بقى روحت تحنيط الملك مش عارفة مين مينة ولا لا التحنيط كان لعمة الشعب عادي مش زي ما كان بيوشاع ويمكن إحنا نقدر نتفهم التحنيط لكن كمان كان فيه تقديم القربين أحد الأشخاص تغيب من الشهر الأول من الشتاء اليوم 24 و25 لتقديم سائل للإله من أجل الأب وده طبعا زي ما نقول كده إيه؟ طلع القرافة قدع عليه أعرف اللي هو إيه؟ أورس أورس صدقة على روح الأب بالنسبة لنا ده كان بيعكس يعني قد إيه كانت النازعة الدينية سائدة في المجتمع والعدات والتقاليد والتمسك بالقيم الأسرية ده كمان كان شيء متوارث ومتأصل هي الفكرة كمان في أنه التحنيط كانت بروسس طويلة وبتاخد وقته ومجهود فأن هي تتعمل لعمة الشعب دي حاجة برضو يعني مرهقة جدا طبعا طبعا من أكتر الأعذار كمان يعني أثارت دهشتي هي تخمير البيرة البيرة كانت بتعتبر شراب يومي رئيسي وبيستهلك بكميات كبيرة في الاحتفالات والمهرجانات ومنصرين طول عمرهم أصحاب مزاج كان العمال في الأهرامات بيحصلوا على عشر مكايل يوميا ويعني فيما يبدو كده أن تخمير البيرة كان واجب مقدس وكان يرمز للإلهة حطحور ربط الفرح والخصوبة آه ده كده بقى هيفتحوا الأبواب هيفتحوا الأبواب يمكن البيرة ما كانتش مسكرة إحنا ندي الفرعنة benefit of doubt يعني نديهم كده إيه معلش يا أستاذة يعني هما كانوا بيعبدوا فوق الأربعة ألف وربعمائة إله ولو البيرة بتسكر هو ده الله حرام بصي أنا أخد احتياطاتي لحسن حد من المصريني القدماء يزعل مني ويجتمني على الواب سايت أنا خلاص أنا خلاص ورمت طيب كان فيه أسباب لذيذة بقى تانية زي بناء المنزل رعاية الوالدين القيام بأعمال ومهام مؤخرى الده بيقدم نظرة فريدة كده على الحياة يومية والثقافة الغنية للمصريين القدماء بصي كان من ضمن الأسباب برضو اللي قريتها إنه كان فيه أب قاعد مع بنته عشان كانت تعبانة فبرضو لفت انتباهي إنه يعني الأب قاعد بيرأي بنته عشان عندها ظرف وتعبانة ده عادي حاجة لطيفة جبتا الأب نظرة المجتمع ما قالوش الأم ما قالوش الأم ومتغيب من العمل وكاتب السبب إنه قاعد عشان بنته تعبانة فقد إيه كانت برضو نظرة المجتمع المصري الفرعوني للست يعني قيمة ومحترمة لا الرجل قايم بمسئوليات ومش سايب الجمل بمحمل على كتاف الستات وكده وخلاص